تأثير السوشال ميديا على حياتنا بين الإيجابية والسلبية كيف عم يلعبوا الإنفلونسرز وحتى الفنانين والمشاهير دور إيجابي بحياتنا اليوم أو دور سلبي وكيف عم يقدر صانع المحتوى يحافظ على محتوى يلي بلش يقدمه أول ما ابتدى مسيرته ومشواره بالسوشال ميديا كل هاي الأمور وأكتر نحن نتعرف عليها اليوم مع ضيفتنا بكوفي أكلك ميسم حمد أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا إن شاء المقدمة الحلوة هذه حبيبتي اليوم كمان نحن نعرف منك تجربتك وكيف أنت كمان شاركتي مشوارك ومسيرتك المهنية الطويلة يلي كانت يلي ابتدت من الإعلام صح ويلي أنت هاي المهنة يلي أنت حبيتيا وابتديتي فييا ويلي حتى قررتي دايما أنك أنت تواكبي تطورها كيفية تطورت مع اللوقت قبل ما نحكي عن هدول الأصاص خلينا نبدأ حديثنا باليوم كيف عم تأثر السوشال ميديا على حياتنا سواء سلب بالسلب أو بالإجابة هو السوشال ميديا سيلاحظوا حدين كيف إحنا كمستخدمين نستخدمها اللوم علينا مش على المحتوى اللي طالع اليوم حنلاقي محتوى عن التنمية البشرية وحنلاقي محتوى عن الرقاصة الشرقية يعني شرق وغرب إحنا كمستخدم إذا أنا إنسان أحب وعندي فضول عن التنمية البشرية لأنه أحب تطوير الذات ممكن أستخدمه كسلاح في تطوير نفسي بس أنا كمان لو أحب الرياضة ممكن أستغل الدانسينغ ترانز اللي نشوفهم على تيك توك وغيرها كنوع من الرياضة إلي حتى أحسن من جسمي واللياقة البدنية اللي عندي أو ممكن بنفس الطريقة ما عندي لا هم بالتنمية البشرية ولا عندي هم بالرقص الشرقي ممكن أنا أشوف المحتوى اللي ينزل عن التنمية البشرية وأسوي السكيب أو أشوفه وأحط تعليق عليه سلبي أنه أنتوا كل هب ودب صار لايف كوتش وأنتوا وأنتوا ما في وعي على الموضوع فإحنا كمستخدمين كيف نستخدم السوشيل ميديا لأنه هو مجرد سلاح يا أما أستعملها لفايتي يا أما أستعملها أن يكون ضدي أي السوشيل ميديا اليوم اليوم حتى إنستجرام فيسبوك كل هدول المنصات عم تحاول توصلنا رسالة أنه من خلال قصة الألغوريثم اللي صارت بآخر فترة أنه أنت بالأساس عن جد فيك تتحكم بهذا الشي يعني أنت صار فيك تتحكم بالشغلات اللي بتحبيها قرر دي الألغوريثم اليوم صار بيطلع عليك الأشياء اللي أنت تهتمي فيها اللي أنت دائما بتركزي عليها مثل ما قلت سواء أنت بتحطي كومنت سلبي ولا إيجابي هي بتصير تتفاعل معيك بتصير دائما بتطلع لك بالمقدمة يعني بأول الشغلات اللي تفتحها بس اليوم كمان يعني من باب الحشرية والفضولية عند الإنسان هو اليوم أوقات بيفتح لحتى يتابع محتوى ممكن للأسف يكون ما له كتير مهمة أو خلينا نقول سخيف ممكن يتفاعل معه لهدف ما أو هيك فاليوم خلينا نحكي على الناس اللي هنا نحاملين هاي المسؤولية اللي هنا الإنفلوانسرز والناس المشاهير الموجودين على السوشال ميديا اللي العرفوا من السوشال ميديا بلاتفورمز قديش هنن عم يأثروا بحياتنا وشو هي مسؤوليتهم يعني هنن مسؤولين أنا شوف كلمة إنفلوانسر مكبوبة هي كلمة ثقيلة ومكبوبة على الكل أن الواحد يكون مؤثر يعني يقدر يأثر بشخص بطريقة أن يغير شيء بحياته يعني أنا لو أثرت فيك فيك أنت يعني أعتبر إنفلوانسر وانت نفس الشيء فمش على عدد المتابعين يصبح الإنسان إنفلوانسر لمن يكون مثل ما ذكرتي محتوى أنه فاضي أو إنترتينمنت ترفيهي أنا ما رح أسمي هذا الإنسان إنفلوانسر ليش؟ لأنه أولاً هو ما ألهمني هو عبارة عن المواد اللي حطها هو ترفيهي فأنا لما نشوفه أضحك بس بوين الإلهام بالموضوع؟ كيف أنت غيرت من حياتي وغيرت من تفكيري إذا أنا شفت فيديو أنت تمرقصت فيه؟ هل هذا الفيديو يعتبر تافه؟ لا ما رح أسمي تافه حسامي فيديو ترفيهي ووجوده على سوشال ميديا صاير فايرل ليش؟ لأن الناس نهاية اليوم بعد دوام طويل أو بعد المشاكل اللي هم مارين بيها أو همومهم محتاجين منفس محتاجين شي يفصلون فيه فيدورون على هذا المحتوى فهذا المحتوى اللي بس أفضي راسي أو أضحك فهو محتوى ترفيهي نأخذها بهذه الطريقة تمام وهو ما له انفلونسور هذا فرقه عن الناس اللي بتأثر فينا بحياتنا بس ولكن كلهم تلقبوا بانفلونسور صحيح هو بالأخير الانفلونسور هو اللي بيكون عنده رسالة أو هدف أو أي شي هو حابب يعلمه للآخرين أو يوصله يمكن صح هذا اللي بيفرق بينه وبين صانع المحتوى سواء كان بغض النظر عن المحتوى تبعه اللي عم أدمه محتوى ترفيهي محتوى كوميدي محتوى اليوم بالضرورة يكون كل الانفلونسور عنده لأنه اليوم صنع عمشوف فيه انفلونسورز ما عندهم أصلا رسالة يوصله يعني أنا اليوم انفلونسور بي أنا صارت للأسف مركزة طريقة حياة الانفلونسورز كمان فيه عن البلوغرز هدول شي تاني بس أنه شو هي الطريقة اللي عم يعني يشوف فيها شوية عم يوجهوا أصص لأنه براند ويرين يعني كلوذس صار تركيزنا كتير موجه على هاي الأمور أنك أنت تترددي على أحلى الأماكن تسافري على أحلى البلدان اليوم هاد شي كتير عم يأثر بعقول المراهقين هلأ نحنا أوكي كبرنا وعينا صلنا بنعرف نفرق بين الغلط والصح شوي بس عندك المراهق ما عم يعرف يفكر ولا عم يعرف يفصل حياته الواقعية عن حياته يلي هي بالسوشال ميديا يعني هو للمراهقين لازم يعرفون أنه الإنسان اليوم لما يريد يحط أي صورة كانت مع ماركة أو بلا ماركة مع سفر أو بلا سفر هو شو الصورة اللي رايح حطها هيحطها من لحظة بحياته كانت حلوة حتى الصورة أنه تنعاد مئة مرة لحد ما تكون حلوة حتى ينزلها مش بالضرورة على إنستغرام حتى لو نرجع بالزمن لطباعة الصور بالضبط أنت راح تاخدين الكاميرا مالتش هذه اللي كان فيها فيلم وتصورين مثلا أخوش يظهر هو يبكي لا أنه راح تصورين على السفر واللحظات الحلوة فالمراهقين أو هاي فئة العمر اللي موجودة لازم يعرفون أنه اللي إحنا نشارك على شبكات تواصل اجتماعي هما نفسهم بعد هي مجرد اللحظات الحلوة ما يغنيهم أنه هذا الإنسان ما عنده لحظات مو حلوة فمقارنة النفس مع صورة ما راح أقول وهمية ولكن لحظات حلوة مقارنة الأوقات السلبية بيها هي هذه اللي تزعج بس اليوم أنا عندي لحظات حلوة وإنتي عندش لحظات حلوة فإذا أنا قارنت لحظاتي الحلوة بلحظاتك الحلوة ما راح أزعل ليس أنه كل واحد عاشها وعاش اللحظة بطريقته وكان مبسوط بس إذا قارنت مأساتي بساعاتك أكيد طبعاً الواحد راح يضايق فمهم جداً لكل مراهق أنه يفصل عن الاثنين ويتذكر أنه هاي الصورة اللي شفتها صورة مجرد لحظة جميلة أما من ناحية البراندات والسفر شوفي يعني أنا اليوم لما أشوف محتوى فاشينيستا ولابسة براند حقها لأنه شيء يسمى فاشينيستا لابسة براند هات شغلة شغلها أنه هي حابة تدخل في مجال الفاشن بمجال البراندات تمام وفي بعد تلاقيين البنات انفلوانسرز بالفاشن تأثيرهم بالفاشن يكون تأثير عن الأغراض أو الثياب اللي تكون أفوردبل تكون أرخص بكثير أي حدثة فيه يقطني فكل واحد هو حرب اللي يريد يلبسه بس النقطة اللي انت قلتها اللي مهمة اللي هي السوبر ماركت اللي صاير اللي ما تعرفين أي براند ماذا تتكلم عن الثياب؟ صرت أتكلم أنا على ميكوب برودكت والسكن كير اليوم أنا أشوف واحدة أتأثر بها بشرتها جدا جميلة حطت ماركة فلانية أنه هذه اللي أستخدمها لبشرتي ما في سبوع حطت غير ماركة واللي وراها غير ماركة طب أي ماركة فيه يا مثل حلال هي بدي أوسقها هي صارت يعني في منهم صارت تجارة في منهم دبوا الضمير بره وقال لك أصلاً ما رح أجربها وعالحالتين ما أخذ عليه وانا عجس وانت بي ذفيسب دبعاً هذه لا هاي مسؤولية لأنه هاي بشرة بالنهاية هاي بطلت ملابس ملابس واضحة أي شي ثاني اللي ينحط على بشرة ينشرب دوة ممكن يأثر سلبياً على الجسم إذا أنت شخصياً ممجربة وعلى مجرد الفلوس اللي تشتريك وتأخذك وتجيبك هاي هنا صارت مشكلة نفس الشيوية الأوتيلات يروحون على أوتيل تصل في يوم تعال قضي عندي ليلتين ببلاش ونزل عندي محتوى عملنا ريفيو أو هاي هو يكون يعني هاي صايرة شخصياً عرفها بتكون البنت أبداً ما استمتعت بالأوتيل يعني كان السيرفيس صفر بس هي مجبورة تنزل هاي دعاية أوكي مجبورة تنزل بس ما مجبورة تقول يعني هي ممكن تنزل شوفي كل واحد حر بإختياراتها بس شون ينزل الصورة تفرق كثير تنزلي الصورة وانتي مبتسمة وفستانش حلو وانتي قاعدة بالأوتيل وعملة تاق حاضر بس لما تطلعين كل واحد مسؤول عن كلامه وتقولين أجمل أوتيل بالعالم وأحلى سيرفيس وانتي انتي عشتي الويل بهذا الأوتيل واللي يروح ينصدم لأنه ما نخذ على كلامه لا هاي خدع هاي عم يختعون لنا هاد الموضوع لك نهل أبنا نناقش وانه ما لا قاعدة بعرف وكل قاعدة بالأساس لا استثناء بس اليوم قديش صار التسويق يعني عبر السوشيال ميديا له مصداقية ده فينا نقيسه ولا خلص صارت هدول البلوغرز ولا الانفلوانسرز بس عم بيسوقوا بغرض انه هن بدون خلينا نكون صريحين بدون مقابل أو مردود من هالشي أو لأنه هنه هيك شغلون هي مثل ما تلاقيهم هنه اليوم فقدين مصداقية فينا شفي أنا ما برسنتج ما نقدر لأنه كل إنسان عارف نفسه ومصداقيته ولا نقدر نحدد أنه مثلاً 80% صاح ما أحد يقدر يقولش لأنه المصداقية تجي من داخل نحن ما نقدر ندخل داخل الناس ولا عقولهم ولا نيتهم ولا تجربتهم بس لا في ناس صادقة في ناس تعطيكي ريفيو فعلاً يعني أنا أتابع صفحات وينما يروحون لأي مطعم أنا عارفة 100% أنه هذا المطعم حيكون طيب هو عبارة عن مطاعم وأكل وهاي اللي بره يشوف إنه أنا يالا هذا الإنسان دي أكل ببلاش ولكن هذا الإنسان دي أكل كثير لحد ما يطلع لك المحتوى الخلاصة أو المطعم الطيب أو المكان اللي يستاهل فلا فيه مصداقية بس لازم تعرف مين دي تتابع هل هذا الإنسان فعلاً صادق ولا لا وكيف تعرف ما رح تعرف إلا التجربة يعني أنا إذا مثلاً جربت براند معين من بلوغر معين وشفت مرة أو مرتين إنه هذا كذب خلاص عرفت إنه هاي الإنسانة مو صادقة ومجرد تجارة بس في غيرة جربت ونفعني ولأ مش تجارة فأتوقع هذه عمرها ما رح تكون نسبية لازم تكون شخصياً نجربها مبنية على التجارة أي بالضبط للشخصية هذا الواحد بقدر هو يختار الشيء اللي بيناسبه أو الشيء اللي يحسوا إنه هو عم جد صادق يعني معه كمان اليوم ما فينا ننكر إنه للسوشال ميديا فيه أثر إيجابي بحياتنا يعني اليوم في كتير ناس كتير شغلات ما كانت بتعرفها كتير شغلات يمكن كانت تطول كتير لحتى توصل لنا نحنا اليوم بكبسة تزروا من السوشال ميديا وانتي وقتها عم تعملي سكرولينج انتي عم بتشوفي إنه أنا عن جد فعلياً بعرف ناس هي بيجوز عايشة بدول ما لكتير متأدمة لنقول مثلاً مثل بالإمارات وهيك وهي عن جد عم تعيش اكسبرينز أو عم تعيش تجارب يعني ما كانت تخيل إنه هي حتشوفها حتى ولو على التيفي يعني على التيفي كان في وكان فيه هيك إنه ما بيحط لك كل شيء فاليوم فادتنا السوشال ميديا من منحة ثانية يعني ما فينا ننكر هاتشي وخلتنا نتعرف على شغلات أو على بلدان أو على حضارات نحنا ما كنا بنعرفها يعني يوم حتى مثلاً تيتا جدو الناس اللي هنا انكبار بالعمر صاروا بيعرفوا شغلات أو تعرفوا على شغلاتنا ما كانوا عارفين إنه هنا موجودين بالحياة يعني فهي شغلة كتير منيحة اليوم تفكير الناس بشكل عام صار متجاه على السوشال ميديا وعنه أنا بدي سير صانع محتوى على السوشال ميديا طب هلأ هي شغلة ككل هالقد بهذه البساطة أنه أنا بس بدي سير صانع محتوى على السوشال ميديا ولا أنا لازم يكون عندي هدف عندي خطة أنا مو بس بدي سير صانع محتوى بدي طلع income كمان من وراء السوشال ميديا يعني ما بظنت قصة بهذه البساطة مضبوط فيه شي لازم يعملوا الواحد لحتى شوفي هي حسب أو أول سؤال هو ليش يعني إذا أنا أريد أصير صانع محتوى لأنه كل الناس صار تصنع محتوى بطل بطل عندك هدف ولا سبب أنك تصنع محتوى بس لما عندك هدف من الأساس أنه أنا إنسان أريد أصنع محتوى لأنه أحب مثلا نفترض أنه هو يتابع صفحات السفر هو إنسان شغف السفر ونفسه وحب التصوير ونفسه أنه يصنع محتوى مثل هذا المحتوى الجميل على الأقل عنده هدف عنده سبب ليش ده يصنع هذا المحتوى وإذا بالمستقبل طلع فلوس من عندك كان به يعني زيادة الخير خيرين بس هو الهدف منه شنو الهدف منه يريد يوصل الصورة الجميلة اللي هو شايفها من البلدان كلها أنا عن نفسي أحب أوصل الرسالة الجميلة وصلت وصلت ما وصلت إن شاء الله توصل بغيرها أخدت فلوس عليها ولا ما أخدت فلوس عليها ده ما رح يوقفني من صناعة المحتوى ليش لأنه أنا هدفي توصيل رسالة مش هدفي أني أصبح مليونيرة أنا يمكن أقل وأقولش يا بصراحة أقل شخص على سوشل ميديا تاخذ كامبينز ولا تشتغل دعايات ولا تاخذ فلوس على أي شيء تصوره كل شيء أصوره هو دعم للغير بلاش لا أخذ فلوس علي ولا شيء مش عشان أنا ما رد أطلع فلوس من السوشل ميديا بس بس هدفي الأساسي هو دعم الآخرين والتوصيل رسالة فالهدف هو شيء جدا مهم لازم الإنسان يكون عنده لسبب ليش أنا ده أصنع محتوى وبعدين لما نيعرف في السبب ليش أنه هو حابب يصنع هذا الشيء إذا هو مش متابع الآخرين أنه لأنه الكل هذا الإنسان لأنه الكل ده يصنع محتوى خليني أصنع ما رح ينجح لأنه اللي ينجح على الشبكات التواصل الاجتماعي هو اللي يكون على طبيعته صح كل إنسان متميز ببصمتها الخاصة إذا أنت تبين هذه البصمة من غير تصنع من غير أهلا وسهلا بكم والوجه الآخر من غير هذه الحركات اللي اللي يكون حقيقي الواحد بالضبط يبين عليه مش كل الناس رح تحبك مش كل الناس رح رح تقتنع بمحتوك بس إذا أنت كنت حقيقي ما يهمك لأنه مش ضروري ترضى الكل أنت هدفك توصل هالرسالة اللي يرضى يتابع واللي ما يرضى ممكن يظل ويتنمر أو يسوي لك أنفلة واحدة من اثنين فجدًا مهم أنه الواحد يبدأ مسيرته عارف السبب ومش داخل علشان الكل داخل ويترك بصمته حتى الرسالة مالتها توصل لكثير من الناس ويكون عمدها قبول من الناس بعد حتى الناس تتقبلها هو هون اللغة اللي عم يصير أنه الناس أو الصبايا أو الشباب أنه أنا بديصير مثل هاد الشخص الفلاني هو عم يقدر عم بتحاكي كل البراندات أنا اليوم بديصير البس براند بديصير روح على الأماكن الفلانية بكرة هي بتصير بتاخدني بكرة أنا بصير هنا صار عندهم فكرة أنه دول البلوغرز ولا الانفلوانسرز دينا عن جد عايشين حياتهم ببلاشة هنا ربع ومع تقريبًا عايشة تقريبًا عايشة حياتهم ببلاشة هاد كثيرهم يخلي تفكيري مراهقين أنه يا الله أنا كيف بديصير هيك طب شو هي الخطوة أول خطوة بدي أخذها لحتى ببلش حياتي بهالطريقة مش غلط شوفي نحشر حق يعني حقول شيئا بصراحة لما المراهق تشوف البنت هذه اللي فعلا هي عايشة نص حياتها ببلاش أكل ببلاش تياب ببلاش مركات ببلاش سفرات ببلاش فأكيد هي حتكون أنا أنا أريد أنا أريد ببلاش حلو طعم البلاش طعم البلاش يكون أطيب لو بس يتعود عليه ما أحد خاص بصير صعب عليه بس لازم يعرفون شيء أنه البلاش ما أجاب سهولة صح ما أجاب السهل نفس الوقت نعطيهم حق ساعات التصوير تهلك حتى طلعتكم هذه الصورة الحلوة بالبراندات الحلوة بالسفر ترى البنت تتعب في 12 ساعة تصوير 10 ساعات تصوير في منهم عندهم أطفال مبتعدين عن أطفالهم حتى يصوروا لكم هذا المحتوى فأنتوا جايين اليوم شايفين الـ الـ هي صورة نهائية بس أنتوا عارفين التعب؟ أنا اليوم أسجل برومو بالتلفزيون من الستة بعد الظهر للساعة ستة الصبح علشان شو دعاية 15 ثانية أنتوا جايين 15 ثانية مسوين هذا إذا سويتوا لايك بس منوا عارف التعب اللي وراه فإيه إذا أنت تريدين تصيرين أبو البنت اللي تاخد أتالي ببلاش ولا ماركب ببلاش قابلة يعني بدك تكوني أدرانة أنك الضحين تمام قام للضحين ساعات من اليوم على تصوير ومن غير مقابل من غير مقابل مش أنه في شركة ده تتفعلش فلوس عشان تصورين لا الواحد لما يريد يبلش يصنع محتوى أنت لازم تصنع ما ناتا إذا شيء أنت تتفعل المصورين فأنت تستثمر بنفسك فهي ما تجي بالسهل ولما تنجح البنت بالصورة الحلوة والصورة اللي هي فيها في كثير بنات ناجحين بالفاشن وبالبراندات ساعتها يجي لهم مش فقط يلبسون ببلاش يدفعوا لهم ماركات عالمية على وجههم الإعلامي يصبحون وجه إعلامي ل ماركات عالمية وتمثل هذا البراند ليش؟ لأنه تعبت على نفسها لحد ما وصلت صح يعني هي بنت بنت يعني صح بنتها درجة وطلعت درجة درجة يعني مو مجرد حطت كاميرا حطت شوية ميك أب قالت يلا أنا بكرة رح يجيني كل شيء ببلاش لا طيب نحن اليوم ما لنا رافضين موضوع السوشال ميديا رفضتهم بالعكس نحن الخلاصة يعني مثل اللي طلعنا فيها اليوم للمراهقين وللجيل اللي هو هلأ عم يطلعوا يشوفوا الموبايلات بإيده وللأسف نو ما عد فينا أصلا نتحكم بهذا الموضوع كله بده موبايل كله بده يشوف يعني هاي بالأخير قد ما حاولتي تأخري من أنك أنت تعطي ابنك أو بنتك التليفون بس بالأخير بده ياخده بده يعيش حياته بده هاي الدنيا أكيد جيله نختلف عن جيلنا قبل اليوم أنت كلايف كود شو هي النصيحة حتى يقدر يفصل حياته عن الحياة تبع السوشيال ميديا الموجودة إذا هو يعني يقدر ياخد قرارات مع نفسه تمام إذا هو واعي وعنده الإدراة أنه يتحكم بهذا الموضوع يعني ما يضل عايش بهكي بعالم السوشيال ميديا اللي هو كتير صار خلاص مأثر يعني شوفي الحلو بالسوشيال ميديا أنه هما يراعون الوال بيينج المالتر أورنس في ميزة بالإنستجرام على المعرف على يوتيوب وغيره يقول لك كم ساعة أنت قضيت على السوشيال ميديا بالنهار وإنت تقدر تحط كاب وتسكر الليمت على مثلا ساعتين أنا شخصيا رغم أنه عندي حساب على كل شبكات تواصل اجتماعي تقريبا ونزل محتوى على شكل يومي ولكن استخدامي للتليفون وفتحي لشبكات تواصل اجتماعي ما يتخطى الساعة ونص باليوم ساعة ونص that's it خلاص أنت حط هذا الحد لحالك مش لهي صدفة ليش أنا ما أفتح أنا مجغولة بأشياء اللي تعيشني الحاضر واللحظة أنا اليوم لما مثل ما قلت لك فيه هدف اليوم فأفتح سوشيال ميديا ليش الهدف الأول أني أنزل المحتوى حتى أخلي الناس تستفاد من الرسالة معينة هذا المحتوى يكون مسجل قبل ووقت يعني أصلاً مش مسجلتها on the spot تمام الهدف الثاني أني أفتح السوشيال ميديا يكون أنا ده أدور على شي معين أدور على مطعم معين طلعة معينة سفر مكان الناس ده تعطيني هذا المحتوى أستقبل هذا المحتوى فهذا السبب الثاني اللي أنا أفتحها والسبب الثالث اللي أحياناً أكون جالسة أنه يلا أخذ من وقتي حتى أرد على الناس اللي كانوا لطيفين وحطيلي comments حتى أنا أرد لهم بكومنس معين فأخصص وقت لهم بعد أني أقرأ كل الكومنس اللي وصلت لي هذه الثلاث أسباب اللي أفتحها غير هذا ما أفتح مع ليش أفتح طبعاً وقيت أقدر أحط وقتي ما أضيعه واستثمره بغير شي قراءة كتاب قراءة كتاب طلع على البحر اكتيفتي رياضة صاحباتي يعني حتى لما نطلع إحنا ما نطلع إذا لزمنا التليفون نلزم حتى نصور بعض ونصور اللحظات الحلوة وبعدين ننزلها على شبكات التواصل الاجتماعي حتى مش on the spot ونعمل editing على الصورة في ناس لأنه تضيع نصف طلعاتها ووقتها على هذا الشي صح تصور الصورة وإلا إلا بهذه اللحظة لازم تنزلها الصورة ولازم تتعدل وشو اسمه في كثير أبس فيس أب فيس أب وبيوتي أب واللي الضعف فهي تقضي من الطلعة اللي ساعة ونصف ساعتين تقضي منها 45 دقيقة أدتين بتطلعة نفسها فضاعت الطلعة وما انبسطت فيها هي فعليا وبنفس الوقت أني ما قعدت بالواقع هي أنه راحت للعالم الافتراضي اللي هي دايما بتحب فهذه العالم الافتراضي الواحد يقدر يروح عنده بكل بساطة ينجر خلال طلعاته خلال التطبيقات اللي أدتينج الصور هو وطالع وخلال وجوده بالبيت هو جالس الوحدة بس أنا رسالتي استثمر هذا الوقت مش ضيئ استثمر هذا الوقت بنفسك بأشياء اللي متى آخر مرة سألت نفسك أنا شو بحب أنا شو يسعدني هل هي إن شاء الله الرقص شو ما كان الغنى الرسم الرياضة التنفس التأمل أي شي بس المهم تسويه مش تتفرج عليه على شبك وتشوف الناس اللي غيرك تسويه هذا اللي صاير يعني أنه أنت بتشوفي الشي فأنت بتتأثري فيه فأنت بتفكري حالك عشتي يعني هي هاي شغلة كتير بتطرع يعني فكرة أنه هي أنه أنا عم بقدر عيش من وراء تلفوني هاي شوية شغلة بتخوف يعني أو أني قيم أني أنا رح حب عيشها ولا ما رح حب عيشها كمان هي شغلة يعني مثل ما هي مثل ما هي حلوة مثل ما هي كمان شغلة إلى سلبياتها ميس محمد الرسالة اللي أنت هلأ كل الوقت عم بتحكي عننا أنك أنت بتحبي توصلية لمتابعينك وللأشخاص اللي هنين بيحبوك واللي عندك هون على السوشال ميديا واللي قبل واللي لا هلأ حتى هنين على التيفي أنت بلجتي مهنتك كمقدمة وأعلامية وأنت بتحبي هاد شي اليوم كيف واكبتي هاد التطور اللي شهدته السوشال ميديا باعتبار أنت كتي من قبل بالتيفي واليوم صرتي أحد مؤثر على السوشال ميديا وبإستك اللي ما رأتي فيها بحياتك فحكينا أكثر عن هالموضوع أوه في كثير قص أنا مشواري بدأ مشواري العلام قبل العلام كان شي ثاني بس مشواري العلام بدأ بالدبلاج بالراديو اللي هي أنا سميها مدرسة العلام يعني أي بنت أو شب حاب يدخل العلام بلش بالراديو فعلا مدرسة غير حيات غير 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 وأنا أحب الراديو هذه المايكات أصلا من أيام الراديو طبعا فالراديو أنك توصل رسالة لمستمع فقط لا شايفك ولا لغة الجسد يعني هي ثمانين بالمئة من التواصل يجي من لغة الجسد فأنت بعشرين بالمئة فقط توصل رسالة من خلال صوتك وتريد تخلي نفسك أنت المذيع المقدم على الراديو الناس اللي هي كمية هائلة من الناس لأنه الراديو فيوصل لمجتمع كبير أنه يحبوك من صوتك فقط فلازم توصل مشاعرك توصل كل شي بس من خلال صوتك فالراديو مدرسة يعني إذا قدرت تسويها برافو فأنا مهنتي بالإعلام دايما كانت توصيل رسالة للآخرين فلما فتحوا الإنستجرام وغيره 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 أنا محتوى أول ما بدت بالإنستجرام كان رياضة ما كان يعني نوعا ما هي تحفيزي بس أكثر رياضة بعدين انتبهت على نفسي مش غلط الإنسان يبدأ بشي ويغير طبعا يبدأ بمشروع ويبدل شوف أنت وين تلاقي نفسك بس ما راح تارف إذا ما جربت أنا لحد اليوم أحب الرياضة وأحب السفر وأحب الطلعة وأحب المطاعم بس أنا شخصية وصلت للمرحلة وحطيتم كلهم حطيت التنمية البشرية الأكل الطلعات الرياضة بحيث أنا دخت يعني أنا مين أنا ليش أتابع ميز ضيعتني فقررت أني أفصل سويت صفحتين الرياضة خليتها على جن وركزت صفحة الوحدها هذه مومنت سوذ ميز اللي هي لحظات مع ميز اللي هاي وصلها رسالتي اللي هي سفرات طلعات مطاعم جيات بس هذه الأشياء فحتى اللي يريدي تابع طلعات جيات يروح هناك واللي يريدي تابع محتوى التنمية البشرية وتطوير الذات عند ميز فخلاص صار عندي بصمتي وحتى ما مل اللي يتابعني يتابعني لهذا السبب تماما يعرف هو ليش عم يفتح هي الصفحة بالضبط بالضبط مش يفتح ويضيع بس هذا رأيي الشخصي يعني مش إنه ما أحد مجبور عليه ممكن الناس تحطهم كلها بنفس الصفحة بس أنا أحب أفصل أنا أتابع هاي لهذا السبب فطول مسيرتي أنا دايما أقولها عندي إياها وشم على جسمي عيش اللحظة هاشتاغ عيش اللحظة مع ميس محمد هاشتاغ عيش اللحظة عيش اللحظة هذه متكررة صار لها أكثر من عشر سنين واللي قصد إياها إنه هي كلمة بسيطة وتطبيقها جدا صعوب لأنك تعيش لحظة كأنها آخر لحظة بحياتك كل يوم وتخطط كأنك رح تعيش أبدا ليش رح تفلو ليش لأنه لا رح تهتم ولا حتطول بالزعل رح تسعل بس ما رح تطول وإذا عصبت ما رح تطول بالعصبية لأنه هذه آخر لحظة ليش تطول بها فإذا أنت فعلا نتعامل حياتك كأنه اليوم آخر يوم وهاي اللحظة آخر لحظة بس تخطط أهدافك كأنه رح تعيش مليون سنة حتشوف أنه اللهمو ما رح تعطيها هذه الحجم على قولة المثل كبرها بتكبر زغرة بتصلا رح تزغرها دايما ليش لأنه خلص هي هاي اللحظة وإحنا كبني لازم نعامل حياتنا هيت لأنه وين الضمان إحنا لهالدرجة حاطين رجل على رجل ومرتاحين وضامن أنك عايش ميت سنة أو أو ضامن أنت عايش بعد يوم لا العمار العمار بيدين رب العالمين مش بيدك فلا تضمن لهالدرجة أنه أنت واصل ومخلص فأنا أصالح هذا الإنسان المقابل بعد أسبوع إن شاء الله أو حسامحة أنت واثق أنك عايش أسبوع لأنه خلاص عطا حاله بالضبط ولهذا السبب رسالتي دائما عيش اللحظة لا تطول بالزعاء لا تطول بالقهر ولا تطول بالهم والغم والتوتر لأنه شماخذ وياك لحظات مع ميس أو لحظة مع ميس اللي اليوم عم تشاركيها مع متابعينك على السوشال ميديا من وين عم يعني من وين عم تطلع من خبرتك بالحياة من الصعوبات اللي مرأتي فيها من كل شي هيك حطيتي وعم تلخصي اليوم بلحظة مع ميس كيف لي عنك يعني هو لا لحظة مع ميس هي مش لحظاتي يمكن حلقتين كانوا من أربع حلقات مشواري بالمرض لحظة اللي أنا مريت فيها فإذا كان في لحظة بحياتي كانت صعبة أو جميلة أشاركها في قصص لحظة مع ميس بس هي لحظة مع ميس هي قصة يا وهمية يا حقيقية وفيها حكمة أوكي فأنا أقولهم القصة وأطيهم لحظة يفكرون بالحكمة وبعدين أطيهم الحكمة من بعدها هو بودكاست خفيف نظيف ربع ساعة مدته مش طويل حتى هي الفكرة أنك تروح من بيتك لمكتبك وانت سامع قصة فيها حكمة جداً قوية ممكن هاي الحكمة بلحظة تغير حياتك فهي هاي فكرتها أنه إحنا هاي كلمة تعيش اللحظة كلنا عندنا لحظات بحياتنا هذه اللحظة ممكن تحولك 180 درجة كل ما سمعتها من أحد أحادث صار معاك وقت صعب مريت فيه وممكن أشياء ملهمة شفتها قدامك وهذه بلحظة تغيرت حياتك ما صارت مثل ما كانت صارت أحسن أفضل بس أنه بعد التعب صار فيه اللعب نقدر نقول فهي هاي فكرة الإنسان لازم ياخد لحظة ويعيشها يعيشها بالكامل هذه اللحظات التحول ممكن تأثر بيهم وهذا سبب لحظة مع ميس اللي أريد حياته ممكن تتأثر وتتحول بلحظة وكل شيء أقدم أصلا هو عبارة عن شون ممكن تغير تفكيرك ومنظورك بلحظة تمام هي هون شيء الحلو أنت كمان كنتي حقيقية بكل مراحل حياتك حتى بالفترة الصعبة اللي كنتي عم تمرئي فيها وقت واجهتي مرادك والحمد لله بعدين قدرت أنك تتغلب على الموضوع كيف كنتي بهذه الفترة عم تحاولي تحددي أنت كيف بدك شو شيء يبدك تشاركي مع متابعينك كنتي عم تقدري تنقي أو هيك ولا لا خلاص كان كل شيء نابع من قلبك يعني كنتي ما عم شوفي أنا المحتوى اللي أسجله أسجله مرة كل أسبوعين ثلاثة أسجل للشهر ثلاث حلقات مرة بالأسبوع فأقعد ساعتين أسجل وأطلع ومرتاحة أنا لما اكتشفت أني تشخصت بالمستشفى أني مرضت حسبتها براسي قلتهم شو الإجراءات بالعمليات والدوبة وهذا حتى عارف أخطط للمحتوى ومارت أوقف المحتوى الجماعة اللي بالستوديو اللي أسجل وياهم ما كانوا عارفين إني مريضة فاتصلت فيهم قلت لهم اسمعوا أنا لازم أسجل ثمان حلقات قالوا لي ثمانية ليش قلتهم خلص أنا لازم أسجل ثمانية احتمال عندي ظرف ما أقدر أجي استوديو فأخذ ثمانية على صحة السلامة ففعلاً رحت على استوديو سجلت من أول للسابع أوكي بس قلت له هذه مش الأولى قلت له هاي الحلقة تكون رقم اثنين والباقي الأولى رح أسجلها آخر شي أوكي اللي هي رح تنزل الأسبوع المقبل فقالي أوكي خلصنا كل القصة وصلنا آخر قصة آخر قصة كانت قصتي أنه أنا في هذا التاريخ الفلاني دخلت المستشفى وحاب أشارككم هذه القصة أنا ما عارف شو نهايتها شو أنه هي هذا فعل وما عارف شو رح أسوي عملية وما عارف شو القرارات اللي لازم أخذها فأنا كنت حقيقية بهذا الجزء فحرام اللي كانوا بستوديو وصدموا لأنه سمعوا الخبر من المايكروفون فهو اللي شوه وبعدها شاركت القصة بعد ما تشافيت من العملية ما رح أكذب عليش ما كنت مرتاحة فكنت رافضة أقول القصة بالكامل من ناحية نوع العملية اللي سويتها ما كنت متقبلة نفسي وكان جزء من حياتي اللي كنت لبعني تعبانة وفي المرحلة الأخيرة لما تخطيت هذه لما تخطيت الحاجز تقدري نقولين صرت لا أقول أنا سويت استقصال بالكامل ولسه في مرحلة الترميم الثدي ولسه في مراحل علاج اليوم أقدر أقولها عطيت نفسي هذا الوقت يعني الوقت اللي مش ما سجلت سجلت وما شاركت تفاصيل رجعت شاركت التفاصيل بغير حلقة فهي فهي جدت بأجزاء فكل ما أنا أرتاح مع نفسي أكثر كل ما أقدر أشارك مع الغير بالأخص لما الموضوع يخصني لأنه أنا إنسانة صح على السوشيال ميديا عندك وبدك توصلي لا 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 أنا أكتف على السوشيال ميديا ولكن أنا إنسانة جدا بحياتي فأموري الشخصية تظل شخصية ما تلاقيها على شبكات التواصل فأني أشارك أحد بأمور شخصية بحب قديم ولا بنوع عملية أو بشي قليل اللي تلاقيه ميسان بس قلت إنه لا من حقهم الناس يعرفون من حقهم يعرفون لأنه بل كي بنت تمر من نفس الشي وضيع ما تعرف فقلت لا خليها تشوف إنه إنه في قوة وفي ضعف إنه هي الحياة مش وردية مع السرطان بس بنفس الوقت القوة يساعد يعني 70-60% من الشفاء هي يجي من الحالة النفسية نفسية حاليا فشاركت الاثنين أوقات الضعف أوقات الحزب وأوقات القوة فأتوقع لي هذه شيء جدا مهم الناس تشاركها بمشوارهم إنه مش لحظة البكاء تصورها وتنزلها على سوشال ميدي بدأت تكون بذكاء يعني أنت اليوم استعملتي للموضوع بذكاء بواعي يعني حتى أهم من الذكاء هو الواعي إنه أنت مو دغري صورتي ونشرتي مو دغري كنت حقيقية واستغلتي الموقف اللي أنت كنت في إنك أنت هلأ شو حالتك نفسيك أنت ما تكون عملت مسلي بس بنفس الوقت أنت تحكمتي بالوقت اللي عرضت كنت بكل حقيقي هذا هو ما مسلتي يعني بغض النظر عن الوقت أنت كنت أدراني بوقت ما كنت أدراني فهذا الشي كتير مهم كمان اليوم وكتير بيلعب يعني على وتر أنه أنا اليوم المتابع عندي عم بيتقبل مني هات الشي ولا ما عم يتقبل مني ف يعني هو رأي عام بالأخير لأنه عم يصير يعني أنت اليوم أنت قصتك بتصير اليوم حديث العالم وقالت لي بيعدو وكذا هيك فأنتي كمان هي حياتك وهي مشاعرك ما بدك ياها تكون يعني عم تنتقد بطريقة شوفي أنا آخر همي الناس رح تنتقد رح تنتقد كيفهم بعد هم اللي يحبون يحبون يتنمرون ما يتنمرون أنا ذكرتيني مش قلت لك سجدت مرحلقات وخلص رحت المستشفى وبدأت مشواري العلاج في كثير ناس لأنه هاي ثمان حلقات صارت تنزل أنه مسجلة من قبل وسكجولت فالأوتوماتيك هي الواحدة تنزل كل أسبوع فالناس تشوف الصورة من بره لهذا يرجعون الموضوع أول للبودكاست وياتش أنه هذه ياما بعثوا لي رسائل آه هي ما فيها سرطان ولد سمع عملية يتمثل حتى تجيب متابعين ليش؟ قالوا كيف الواحدة مريضة بالمستشفى وده تنزل محتوى حكم الآخرين على شبكات تواصل اجتماعي مثل ما أنت تحكم على إنسان حياتها حلوة ما تعرف وراها شو صح أنت شايف اليوم محتوى ده ينزل ميس قاعدة بالستوديو مكيجة شعار ومرتاحة بكامل قوتها والواقع بالحاضر بالوقت الحالي ميس على أوبرة مورفين بالمستشفى شايف الموت يعني أنت ما تعرف حقيقة هذا الإنسان ورا هذه الشاشة أنت شايف الشاشة احكم على الشاشة مش على الإنسان تمام فالناس هاليش قتليش راح تنتقد راح تحكم رغم أنه أنا شاركت أنه أنا قبل وقت سجلت بس من ما اضطر أبرر للناس أنه أنا قبل وقت سجلت وقبل معي فيرجع النقطة للمراهقين أتمنى أنه أنتوا ما تقارنوا حياتكم بسوشيال ميديا لأنه هذه مجرد كاتالوج والله هي كاتالوج اللحظة نفسها بتكون لحظة كلية غير أصلا تكون صورة من شهر مش أصلا الصورة اللي هم عايشين بهذه اللحظة فلو يفكرون بهذا المنطق كانت يعني خلاص كانت نحلت كثير مشاكل نفسية حتى هنين عم تصير معون يعني حكينا عن مهنتك بالبداية أنك بلشتي براديو بعدين أنت قلتي للتيفي اليوم صرت على سوشيال ميديا كمان كيف طورت خبرتك على مدى السنين أكيد تغيرت كثير شغلات كيف ميس اليوم طورت من حاله أنا أطور نفسي كل يوم بس أطور نفسي إذا تتكحت شين شخصية أو على شبكات التواصل الاجتماعي لا خلينا نحكي بمهنتك أنت بدأتك مذيع بالراديو وبعدين انتقلت على التلفزيون وكان التلفزيون غير اللي نحن اليوم نقدمه على يوتيوب ولا على السوشيال ميديا اليوم المذيع وقت تبتعد وراء الكاميرا كثير بدأت تكون يعني هيك بلايت إذا بنقول كثير بدأت تكون أكيد بدأت تكون على طبيعتها وهيك بس أنه بدأت تكون في عندها مثل الميتيشنز بتحدى مثلا أنه هي فيها تحكيها الكلمة ما فيها تحكيها الكلمة فيها تعامل هيك ما فيها تعامل هيك اليوم السوشيال ميديا بالعكس تماما فأنت كيف قدرتي تطلعي من هذا محددة بالمحتوى اللي أقدمها ممكن صح شوفي أنا أتوقع اللي خلاني الحمد لله أنجح بمسيرتي المهنية أني على طبيعتي وطول المشوار من أيام الراديو انتقلت على طول على البث المباشر الحلو أنه صح لو محددة بالمحتوى بس بث مباشر فالإنسان يقدر يكون على طبيعته أكثر كنت دائما على طبيعتي وولا بحياتي تصنعت وكنت أكره شيء وما زلت أكره شيء اسم التصنع فأتوقع هذا اللي ساعدني أني أوصل لمرحلة يكون عندي برنامج خاص إلي باسمي تقديمي أنا وبعد أتحكم بمحتوى فالمحتوى اللي أنا قد ما صار اختاره هذه من ناحية مسيرتي المهنية كيف اتطورت ووصلت أنه كل إنسان يثبت نفسه بنفسه فأتوقع هذا اللي أتوقع أنه أنت طبيعية أسمعها كثير على طبيعتك ما في تصنع وهذا اللي ممكن وصلني نهاية المرحلة أما من ناحية السوشيال ميديا لما مفتحها وشفت يوتيوب وهذا أول ما بدأ البلاتفورم حبيت أنه في منصة الواحد يقدر يختار المحتوى اللي يقدمه فعلى طول دخلت دخلت والله لا يريكي إذا دخلت وما زال موجود أول فيديو لزلت على يدي ما ما حيت يعني أنه في ناس تمحي لا لا في ناس خلاص لا ليش ذكريات ذكريات أشكالنا راح تتغير صح ومحتواننا راح يتغير والإضاءة راح تتغير صح فمش غلط أول فيديو نزلتا كان شغل إيدي على كنت المخرج المنتج سأدي إنه ذكرية حلوة حلوة شكلي ما يشاب بس جميل ما شاء الله عليك لا على حسب الإضاءة والإنتاج اللي أنا قررت أصير منتجة بس بصراحة ما ولا ممكن أسوي لدريت ليش لأنه هذا شغل تعبت عليه طبعا قعدت يمكن سبع ساعات أسوي هالفيديو اللي هو اليوم الأي آي ممكن يسوي ليها بثواني بس إي لا ما أمحيها لأنه أولا المادة حلوة وحتى أشوف نفسي في تطوير نفسي يعني اليوم لو تروحين بعد ما خلص تفتحين يوتيوب وتشوفين أول حلقة قدمتها على يوتيوب وشوفي آخر حلقة نزلتها على يوتيوب وقارني الأداء يعني أنا اليوم أنا كل ثقة كان عندي قبل أنه أنا عارف أقدم بدل ما عندي أي أسلوب يعني بش ما عندي أسلوب تقديم ولكن كان عندي توتر شي جديد ولو كانت مثل ما قلت مقدمة تلفزيون هو هاي اللي أنا قلت عمور بكلامي أنه مقدمة تلفزيون كتير بعيدة عن مقدمة اليوتيوب أو أنه أحد يكون يوتيوبر أو يعني ما حدا بيفهم وقالت لي غير الشخص هو اللي بيحس أنه خلص أنت مواجهة الكاميرا بالسي في أنت مثل محمية أو عندك مثل هيك بابل هيك أنه أنت قاعدة فيها أما اليوتيوب هيك يعني you have to be free وهيك وكذا وهيك بدك كتير تكوني متفاعلة مع العالم لأنه خلص اليوم صارت يعني عينك بدك تحطيها بعينهم بدك تحكي بدك أنت اليوم عم تأسري وقدك تأسري بدك تشيلي كل شي كل شي لمد بالضبط فمختلف فهي ها هي بس بس حلو هاي هي مشوار حياتي المهنية واليوتيوب تانكيو كتير لك ميس تانكيو وقالت أنا بالأكثر وقهوتش طيبة تشوف هي طيبة حارة وباردة صحتين تانكيو